اشتركوا في القناة والاخوة الموجودين في الخارج تحياتي الى كل الاحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش نتحدث هذه المرة في موضوع اراه من المواضيع المهمة اللي لابد هو انه يحصل حولها نقاش خاصة في هذا الوضع اللي راح عيشته البلاد سيما هو انه هذا الموضوع ليتعلق بالميراث اخذا ابعاد واحد اخرى خاصة في ظل هذه التكنولوجيا وفي ظل هذه الاوضاع السائدة سواء ما تعلق الامر بالوضع الاقتصادي ولا بالوضع الامني او بالوضع الاجتماعي وقبل ما نتطرق لهذا الموضوع بيودي هو ان اوضح بعض المسائل هذا الموضوع هو ليس موجه لشريحة معينة في الجزائر وليس موجه لعائلة ولا لمنطقة وانما موضوع عام موش يعني كما نقوله خاص بجهة او بمنطقة وانما هذا الموضوع يعني قادرين نلقوه في المغرب قادرين نلقوه في تونس قادرين نلقوه في الجزائر وفي ليبيا ونلقوه في اي دولة واحد اخرى الموضوع هذا انا ما رانيش رايح نناقشه يعني بالاسلوب الشرعي نتاعق الوالدة شحال تدي الوالد شحال يدي والاخ شحال يدي والعم شحال يدي وإلى غير ذلك ولا رايح نغوص فيه من جانب القانوني وانما رايح نتحدث في هذا الموضوع من باب الواقع هذا الواقع اللي الان رايح عايشته الاسرة الجزائرية وهذا الموضوع رايح ادى الى تفكك نتاع كثير من الاسر بحيث هو انه صارت الناس تروح تلجأ للقضاء وبدل من انه الناس تعالج هذا الموضوع معالجة منطقية ومعالجة اللي تحقق المصلحة للجميع للأسف الشديد صار كل واحد هو يخمم في قدام ما رأسوه ودون حتى انه هو انه يلتزم بالشرع يعني كين منهم اللي يقولك باللي انا عندي حق نديه وما يهموش ما يهموش الى اتقطعة الاسرة ما يهموش اذا كانت فكت الاسرة ما يهموش اذا كان راح تصلت الراحم ما يهموش المهم هو انه يدي حقه وحقه وش هو هو انه يدي لابارتاو ما وش فهم الحق بل انه راه ايضا الوالدين عندهم عليها حق ودق نجول ان شاء الله للمسائل هذه واحدة بوحدة اذا هذا الموضوع هذا اخذ ابعاد يعني كثيرة وخاصة انه هو انه الان ما راناش كيما بكري بكري ربما ذوق الان نتحدث في قضية انتع التواصل التواصل تابكري موش كيما التواصل انتها الان انه ما كانتش هناك تلفزة ما كانتش هناك المغرأيات هذه اللي راه موجودة الان كانت الناس يعني تتحاور مع بعضاها كان هناك تواصل مستمر في اليوم في اليوم الواحد بحيث هو انه الاخي هدر مع اخوه والخطة هدر مع خطها كان هناك تواصل انا راه في الدار عايشين مع الدار في دار وراه كل واحد في قرنية كل واحد راه واحد مبرونشي مع التليفون واحد راه مبرونشي في الانترنت واحد راه مبرونشي مع الطابلات واحد راه مبرونشي مع الريال مادريد وكذا والتواصل داخل الاسرة مش موجود وبالتالي يذرك هذا التكهرب اللي راه وذرك يحصل مرة اخرى تكهرب هذا نتيجة انه الحوار مكانش وذرك الاسرة يعني راكم تعرفوا الشي اللي عشناه في الجزائر يعني مثلا نحن الجيل ننتع الستينات والسبعينات وحتى ان هذو الثمانينات يقضى كان هناك يعني الى حد ما كان هناك تواصل كبير لكن من بداية التسعينات خاصة هو انه اه الازمة والفتنة اللي عاشتها البلاد لما تكسر هذاك الحاجز هذاك انتقى الثقة في الاسرة الواحدة بحيث هو انه صارت فيه هناك ميولات سياسية داخل الاسرة ثي بحيث انه صارت فيه انتماءات انتماءات يقالها واحد داخل الاسرة الواحدة تلقى واحد عنده انتماء اسلامي واحد عنده انتماء واحد عنده انتماء للنظام واحد انتماء للمعارضة داخل الأسرة الواحدة ولما صرعت هذه القتيلة وصرت التصفيات هذه والاختطافات وكذا الأسرة استهدفت بشكل مباشر وقبل ما تصرع هذه الفتنة حدثت أشياء التي كانت تمهيد للمرحلة التي عشناها في التسعينات يعني في الثمانينات لما صرع هذا السرع اللي كان موجود بين الاتحاد السوفياتي وأمريكا الجزائر من بين الدول اللي هي دفعة الفاتورة والجزائر المشكلة انتاحها راها ما بدتش الآن راها عندها ذركة قرون ما بدتش الآن المشكلة انتاحها بحيث هو أنه قال الجزائر راها تحتل الموقع استراتيجي وعندها مساحة ما شاء الله لها وهي يعني كما نقوله راها تحت الأنظار دائما وراها تحت الأطماع يعني راها كثير من الدول اللي راها هي تتربص بالجزائر بالتالي ذرك هذا المشكل هذا ذكه وراه وصار من المشاكل اللي هي أدات إلى تفكك الأسرة هذا المشكل هذا انتاع الميراث هذا ما رانيش رايح نتطرق لهذا الموضوع من الجانب الشرعين تا قال ربي وقال الرسول وهو الأياء وهو الحاديث وهوكذا وإنما رايح نتحدث من باب الواقع كين الناس اللي راها مختصين هما من الدعاة ومن الناس اللي راها مديرين هما ربما تخصص يقدروا ما يتناولوا الموضوع وكين كثيرين راها من الناس اللي يتحدثوا عليه في الكتب وراه وكل واحد راها عنده الحق انتاعوا وفق الشرع الإسلامية أنا مرح نتحدث في الموضوع من هذه الزاوية وإنما رح نتحدث كما كنتم قلت لكم من الباب الواقع كثير من الناس كم تعرفوا في الأسرة الجزائرية كين الناس اللي عندهم أملاك قال مثلا واحد قال خلالوا بابها أملاك أو ربما شرع والأسرة الجزائرية ممش الناس كامل كيف كيف كين اللي راهو دورك مثلا في الأسرة رام عندهم قال مثلا مصانع والله شريكات والله وكين اللي راهو عنده دار يعني قال مثلا تعب عليها كان خدام هكذا مثلا كيما يقولوا خدام حزم في البلاد خدم عليها وتعب عليها وصرف عليها وتغرب عليها وتمحن عليها وكذا وكين منهم مساكن اللي حتى هو أنه ربما لما يلحق الاروترة هكذا يقول لك هكذا علاج البشر وحتى أخر وقته سبحان ayudarهم إلى البلاد ويأكفي الغربة التغرب هو مثلا لرب gods كين اللي راهه من البرج اي البورج اي ولاية ولكن ليسكن بالح62 راهو خدام في ذائر ولا راهو خدام في ذكذا فيما بعد هو قال يبني يحب يرجع للموطن انتاعو يبني قال مثل دويرة هكذا يحب يروح لها يستقر فيها يتهنى فيها يفرح فيها لما كين منهم اللي يروح والله كين حتى اللي ما يبتش للا يبني الضاق تاعو يديرها قصر وفيما بعد مسكين ما يبتش فيها حتى للا وربما لما يموت يخلي هذك البيت هذا يقول لي هو بدل من انه هو يجمع العائلة يصير هذك البيت كأنه قنبلة لماذا لانه اولا التواصل ما كانش ما كانش تواصل بين الاخوة تواصل يعني اللي بحيث هو انه الناس تعرف هذك الرابطان تعدمه كين فيه الاخوة والتسامح وكذا وتصير الناس بدل من انه يسألوا قال الوالد هذا راه هذا دار بدل من انه يسألوا قال باش بنا الدار هذي لا ربما راهو خلادين لا ربما راهو عنده قرض ما سلكوش لا ربما لا ربما لا ربما لا ربما لا لا كين منهم حتى اللي ما عندوش نيف يعني مثلا متباباه عوض هو انه خاصة من الناس اللي خدمه هنا ها واحد ربما اللي ما عندوش والله قال ربما راه مرفوع عليها القلم خاصة من الناس اللي خدمين ولباس عليهم عوض هو انه قال مثلا الجنازة هذيك راه الناس جي تأكل تشرب كذا عوض هو انه قال مثلا يروح يساهم لا هو يروح في الليلة هذيك وانه الناس راه تبكي هو يحاوس يدي حقه شمن حق عندك حق انتاعك هو انه وش خلا بابك تدي عوض هو انه تكون عندك الرجلة ويكون عندك النيف هو انك تروح تصرف قال هذا بابك توفى تروح انته قال تصرف خاصة من الناس اللي عندهم تصرف قال مثلا راه من الناس يجيوا يأكلوا ثم ويشربوا ويكين حتى اللي باتوا وكين حتى اللي ربما يقعد حتى اسبوع ومصاريف راه مثلا جنازة واحد تستقاملوا بخمسين مليون واحد تستقاملوا بمليات مليون واحد معلا بليشانه كل العائلة كيفاش وكل كذا عوض هو انه تساهم تروح انته في العشية هذيك وانه الناس راه تبكي دما ودموعا وكين منهم حتى اللي ما يحشمش ويبدأ في الليلة هذيك كين اللي راه وخلى عصا يديها له واحد خلى معلا بليشانه كستيمي يديها له يديها قال له قال هذه معلا بليشانه ذكرة يعني وين راه وصلت الناس للجشع وللطمع اللي اعمل قلوب واعمل ابصارتها الناس وعوض هو انه الناس تفكر في الدار هذيك اللي هي تجمع الناس قال مثلا انا راه توفى الوالد الله يرحمه وهذه رك انت فيما بعد تعيشها مع ولادك عوض هو انه قال مثلا انا راه توفى الوالد انتاعي خلى دار الدار هذيك تش معنى انا راه قال مثلا عندي خاوتي ولا عندي خواتاتي والله سيدي ما عنديش خاوتي وما عنديش خواتاتي انا راني وحدي وقال مثلا عندي عماتي ولا عندي خالاتي يعوض هو أنه هذه الدار اللي كانت جامعتنا تبقى هذه الدار رمز تبقى تاريخ على جلبك نتلم فيها سواء في الصراء أو في الظراء هو أنه نتلم فيها نشم فيها ريحة الوالد والله ريحة الوالدة نشم فيها الريحة نتأصيل أنت على الرحم تصير الناس هو أنه تقسم هذه الدار اللي كانت جامعة الناس يا سيدين تاك ديت شمبرة والله هك ديت حيط والله كنا نفعل تقديico 100 مليون و200فان ومن بعد يعني فرعوذ هو أنه تحافظ على الصلة الراحم فرعوذ هو أنه تحافظ على الجمع فرعوذ هو أنه تحافظ على الأسرة تحافظ على اللحبة تحافظ على الأخوة وаешь من بعد خسرت لين عدوك حق تنازلت عليه من أجل حفاظ على الأسرة تصير أنت تروح تدي كما قلت انت هذاك الحق وفيما بعد فيما بعد لا يهمك شي للأسرات في القتة لا يهمك شي لأمه الأخ ماذا تrobعوا و الاخ ماذا تضرب مع أخوه و الخط ماذا تضرب مع أخوها فيما بعد أولادكم هناك أولادك و أولاد أخوك و أولاد أخك وأولاد أمك و تعمتك فيما بعد بعد عندما تروح هذه الصيلة للراحم وفيما بعد بعد وش رح يصدر المجتمع هذا الآن علي شرع مفكك لماذا؟ مفكك من هذه الأمور هذا هو غير موضوع من المواضيع هذا النهي الميراث هذا هذا موضوع من المواضيع كان história موضوع عاشوا وكان رايشوا وكان была رايحة عيشوا فالمستقبل غير ملكي رحسعجوا إذا لم تعيشتك لك مع الولدا ومع الولدا رحسعجوا مع ولدك لأنه موضوع معقد والمشكلة هي fluff في الشريعة الإسلامية من المستحيل نحن نرى أننا مسلمين ونؤمن بالربي سبحانه وعز وجل لا يخطئ وربي راه درنا شريعة وره دير الحقوق والواجبات المشكلة راهها في الناس المشكلة يذكر راهها في الجزائر راهها في التونسي راهها في المغربي راهها في الليبي في الموريطاني في الخاليجي في كذا في الفارسي في كذا المشكلة هو أن الناس بتعدت على طريقة عربي المشكلة هو أن الناس أعماها الجشع وأعماها الطمع وعوض هو أنه كما كنتم قل لكم منذ قليل هو أنه كين منهم اللي تكون عنده الرجلة هو أنه قال مثلا في ليلة الموت هو أنه يروح يمد هو مش يدي هذا بابك اللي هو تعب عليك هذا بابك اللي هو بعد ترابع لجالك هذا بابك اللي هو بكع عليك هذا بابك اللي هو تمحن عليك اللي قص عليك اللي تغرب عليك اللي كذاكذا عوض هو أنك تفرح بابك يا سيديد أما فرحتوش كما أقولوا في الحياة على الأقل ما تطور له حيارة في الموت على الأقل كيفين هذا بابك اللي تعب عليك والأمك اللي هما تعبوا عليك واللي هما صهروا عليك واللي هيما عونواك تعوح أنت في ليلة الموت كأن الناس عائلات في ليلة الموت يصير لهم يقرعوا هذه صفة متع مسلمين هذه ليست صفة متع مسلمين الكفار هذو المشركين يرنعيشين معهم ومع ذلك كي ينصل ترحيم بيناتهم يتفاهم مع بعضاءهم واسموه كل واحد هم هنا في فرنسا لما يربي ولادهم يربيه يلحق 18 سنة يقولوا اتضبر لمحين انتوا لماذا احنا كنا في وقت سابق كنا نشوف فيها باللقاء ساوى كنا نشوف فيها باللقاء ساوى ولكن لا لا هو يعلم على الاعتماد عن النفس احنا للأسف الشديد تلقاه راه هو بولاده بولاده وراه عنده تراب وراه بي وراه يعاون فيه يعاون فيه وتلقاه في الأسرة الواحدة كين مرات وين انك تلقى مثلا في العائلة خاصة هذا الدرح منتوع فرنسا هذو مخلوش حتى بيت بلا فتنة هذا الاورو هذا هو الفرنسي هذا كل الديار الا ما رحي مربي اللي تخل فيها هذا الاورو وتخل فيها الفرنك الفرنسي وربما عملات واحد اخرى كلها فيها الفيتن يعني كنت ذرك نحكي انا على القضية هذه انتاع الميراث ذرك كين مرات وين تلقى مثلا اسرة كين الوالد هذا مثلا خدم في فرنسا يعني في الغالبية يعني هذه المشاكل اللي راههم صاريين هم الناس اللي راههم عندهم درهم عندهم درهم وربما عندهم تراب ولكن مست حتى عائلات بسيطة تلقى مثلا واحد راههم مثلا هو خدم في فرنسا والله روتريتي راههم هو مثلا ابنه دار مرات تلقى دار هذيك ما راهوش مساهم فيها غير الوالد واحده كين مرات وين انك تلقى مثلا واحد عنده ولاده هم مساهمين فيها مساهمين كين اللي نعرف كين نعرف مثلا قال مثلا دار واحد هو ابناء سهم هو في الدار بطبيعة الحال كون هو انه هو رب الاسرة ولكن تلقى مرات وين انه ولاده ولاده خدمين خدمين سواء في الجزائر ولا في الخارج خدمين راههم مساهمين هما في الدار هذيك ومن بعد نهارا اللي يموت الوالد والوالدة كين اللي راهو ما كان شو مساهم في الدار هذيك راهو قاعد مثلا هو راهو عنده تراب مرسون تعتراب والله عنده مشروعه الخاص والله راهو لاتي بيه نهارا اللي يموت الوالد يجيه هو يقولك نبديه حقي ويولي هو عوض هو انه يستحي يجيه هو يزاحم خوتو وموش يزاحمهم في هذك الحق الشرعي يزا يزاحمهم في الباطل لماذا لانك انتذرك هذا هذا اللي انتذكر هو عايش مع الوالد انتعو انتارك دير دارك رك دير لاسيتياشون تاعك رك خدام على ولادك خدام على مرتك رك بعيد انتاع المشاكل هذيك بعيد على كثير من الامور ولكن هذك الانسان اللي راهو هو داخل الاسرة راهو متحمل اعباء اللي انت مكش متحملها وراهو هو مشارك في هذيك البيت هذيك كيفش انت غدوة تجي تتزاحمه كيفش انت جي تزاحمه على الاقل لما انت جي جي مثلا بطريقة قال مثلا مؤدبة قال مثلا واحد ما تسيدي خلي عام عامين ثلاث سنين سيدي على الاقل تموت هذيك يا سيدي من الوفاء هو انك تكون وفي للوالد انتاعك اذا ما كنتش انتوا فيه للابن انتاعك كيفش انترك راه انت غدوة تتعيش في هذي الحياتة وولادك راه مرح ينهزو عليك غدوة ولادك راه ينطبقوا نفس الشي ونفس الشي مع ولادهم وتبقى هكذا يا اخويا انا راهو قال مثلا عندي عندي الوالدة وفاء الله يرحمه على الاقل على الاقل يا سيدي عامين ثث سنين ربع سنين خمس سنين راهو قال مثلا خلا دار على الاقل يا سيدي خلي لها وقت وين انه فيما بعد انتاع راك يا سيدي اذا كان عندك حق راك تديه كيف يجي هذا لحقت الناس وين انه في ليلة الموت في ليلة الموت تروح الناس تتصارع وتروح الناس تتقاتل حتى حتى كين عائلات اللي صار دبوس يضرب ولحقول المحاكم وكين اللي ضربوا حتى بالمواس وكين اللي ربع ملحقوا حتى الموت وخلي من العدوات هذيك يعني ما هو الاولى الاولى هو وصيلة الرحم هو انك انت عندك اخوك واختك وابن خالك وابن عمك والله هذاك الحق هذاك اللي عندك انا نعرف عائلات عائلات نعرفهم وحتى نحنا في العائلة انتحنا تذكرك ديت هذه الترابة ديتو بغير حق ديتو بغير حق تذرك حتى ذرك هذا اخوك والله اختك حتى اذا كان وراه ما طالبش بحقه هو وراه وعنده حق عليك قال انت مثلا راه وركنت تراب هذك خلاه الوالدن تاعك والله ذيك حتى اذا كان اخوك راه ما طالبش بحقه قال انا هاه تراه وعندك حق معنا هو حقك فيما بعد لك كان هو حبي يتنزل علي يتنزل علي ولكن كيف ما كنتم قلكم على الاقل خلي مدة خلي مدة انتع معل بلشانا سنتهين ثلاثة ربعة بالاضافة الى انه الان راها صارت ذرك في هذه المسألة هذه انتع الميراث راها صارت فيه مشاكل مشاكل وراها غير زيدة تطور كي الناس اللي راهم ربما عندهم مثلا محلات تجارية راهم عطلة كي الناس اللي راهم داخلين في القضاء وراهم ملقوش حتى كيفاش يخرجوا من خلال التعقيدة انتع الادارة مرات وين انك تلقى انت مثلا واحد دار باسمه مرات تلقى كل واحد كيفاش المهم هذه المشاكل هي راها تتطور تتطور بتطور هذه التكنولوجيا اللي راها موجودة ما بقاتش كما بكري قالوا مثلا سرى مشكلة قالوا روح جيب الزوج واثلاثة من الناس ناس عاقلين ناس عندهم حكمة ناس عندهم بعد نظر ناس عندهم عقل يجيوهما يتلقاو يهدروسوش كلمات ولا تتكلمات ويفريوها ما تروح الناس للمحكمة ولم يحزنون الان راها تطورت راها تطورت تطور ذوك الناس راها قادرة تصور تروح تهزل هاتف وتصور قال هاي الدار هاي كذا هاي قطع انت اتراب هاي كذا والان راها صار الفيسبوك وصار اليوتيوب وصارت الناس الان صارت هذيك الفضائح راها الان صارت موجودة على الانترنت لذلك الان من المفترض هو انه هذي الناس اللي راهم في السلطة والله الناس اللي راهم رايحين يوصلوا للسلطة لازم هم يديروا وقت لهذا الموضوع هذا هذا الموضوع لا بده هو انه تصارى فيه ندوات يصارى فيه نقاش تصارى فيه مؤتمرات هذا راها موش موضوع سهل موضوع راهو الآن خذاء بعد واحد أخرى المشكلة هي ليست في القوانين ولا ليست في الشريعة مشكلة هو أنه الناس مع الأسف الشديد هو أنه راهو كين هناك خلل راه موجود في المجتمع خلل كبير في كل القطاعات وفي كل المؤسسات وراهم كينين ذوك الآن كثير من المناطق اللي راه غلبت عليها العادات والتقاليد للشرع صار ذوك مثلا تقدر تلقى إيمام ما يقدرش يحكيه في بعض المواضيع لماذا لأنه قال مثلا أهل المنطقة ذوك ولا ناس متعصبين ولا ناس كذا 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 وبالتالي يذرك لابد هو أنه هذا الموضوع أولا لازم يدخل في الإعلام التربية ولازم الناس اللي راهن في الإعلام أيضا لازم يترقلوا ويترقلوا بحيادية بغرض هو أنه يعالجوا هذا الموضوع مش يترقلوا بغيت الإثارة ولا بغيت خلق مشاكل بين الناس بالإضافة إلى أنه هذا الموضوع أخذ لأنه كانت فيه أزمة اقتصادية أزمة اقتصادية كما كنت أقول لكم من قبل هو أنه لما صرع هذا السرع واللي راه ما زال موجود إلى الآن هو راه يمتد بين الاتحاد السوفياتي وأمريكا واللي هو موش صراع بين دولتين وإنما صراع بين مشروعين والآن راه كانت مشاريع أخرى ما قال شغال مثلا غير الليبرالية والاشتراكية راه دخلت المشاريع واحدة أخرى وهذا الموضوع هذا راه يتطور وبالتالي نحن كما كنت نقول منذ قليل هو أنه الجزائر دفعت فاتورة في هذا المجال هذا لازم الناس هو أنه تتطرق له في المجال في المدرسات تتطرق له في الطربية في الإعلام خاصة هو أنه الآن راه دخلت فيها أمور اجتماعية أمور سياسية أمور اقتصادية أمور إعلامية لازم كامل هو أنه تدرج هذه المسائل كثيرة راه دخلت في هذا الإطار هذا والابد هو أنه يعالج هذا الموضوع ويعطاله حقه ما يبقاش كما بكري لأنه ذو كل الان ناس راه تطورت في الأفكار تاحها وحتى المشاكل تاحها راه تطورت ما بقاش كما بكري قال مثلا مشكلة يعالجوز جميع الناس الآنك تشوفيه تهدر معاه يطلعك للمحكمة تهدر معاه يطلعك لالشرطة تهدر معاه تعشي مفضوح في الفيسبوك وفي اليوتيوب وبالتالي لابد هو أنه الناس تناقشوا من زوايا مختلفة ما يبقاش يمشي بالشكل اللي كان به بكري للأسف الشديد هو أنه كما قلت لكم الإخوة والأخوات راهو خذاء أبعاد مختلفة وصار الآن راهو يهدد المجتمع لماذا؟ لأنه انت كين اللي ربما راهو يشوفيه باللي هذه مسألة شخصية لا الأسرة منين مكونة؟ أكون من الفرد والمجتمع منين مكونة؟ مكون من الأسرة إذا كان ذلك هذا الفرد مطرتك في رأسه مخلخل في رأسه والأسرة هي مخلخلة والمجتمع وش رح تنتظر؟ مجتمع مخلخل إذن أنت لما تنظر للمجتمع شوف له من خلال الفرد وشوف له من خلال الأسرة ذلك هذا الموضوع ومواضيع أخرى هذا راه فقط موضوع من المواضيع اللي راهو ذوق الآن بدل من أنه راهو كل واحد راهو يعرف المكان متعه راهو الآن هذا الموضوع راهو صار كي القنبلة راهو كثير من الآائلات مع الأسف الشديد في الجزائر راهو دمرت راهو كين اللي راهو مهدرش مع أخوه عنده عشرين سنة ثلاثين سنة كين اللي راهو ذرك هو خلي إذا كان في هذه كل الأسرة كين مرت الأب وخلي إذا كان فيها أمر وحد أخرها معقدة هذه غير خليها على الله هذا راهو أبناء العائلة الواحدة قال مثلا أم وأب وأبناء وراها صار يا فيها مشاكل غير رب اللي على باله بها ما بالك إذا كان فيها فروع قال مثلا الأب هذاك راهو عنده أخواتاته أيضا مثلا يسالوا عنده أخواتاته وإذا كان راهو قال مثلا متزوج بمر أخرى ومخلي معها أولاد خليها على الله هذا راهو في العائلة الوحدة إذا كان راهو قال مثلا كيمك تنقول أنا أب وأم وراها مخلين أولاد راهو صار يا مشاكل فما بالكم إذا كانت العائلة مفرعة لذلك الإخوة والأخوات هذا الموضوع راهو أخذ أبعاد كثيرة وللأسف الشديد عوض هو أن الناس تعالجوا بحكمة وتعالجوا بمنطق وتعالجوا بموضوعية للأسف كين الناس اللي راهو مدرك هما خرجين طريق خرجين طريق في الأسرة تروح مثلا تروح مثلا تروح العائلة من العائلات قال مثلا عندك الأم نتاعك والأب نتاعك تروح ربما انت ورا وعندك حق حق ولكن كيمك تنقول لك ثاني كينة واجبات كيمك تنقول من قبل تروح لها تولي تعشيف المحاكم وتولي تعشيف الدبزاء وتولي تعشيف الدبوس ولكن خلاصة أخي الكريم أختي الكريمة هذه المسألة إذا كان انت اخذيت حق الناس راهم غدوة راهم يخذوا لك حقك كما تدين وتدين كين ربما بعض العائلات اللي هما راهم تنازلوا على الحقوق انتاهم سواء المصلح انت العائلة او ربما تنازلوا لعذر او لاخر لكن دير في بالك باللي راهم يجي ولادك اذا كان انت راك تديد حق عمتك او تديد حق خالتك او تديد حق باباك او تديد حق جدك او تديد كذا راهم يجي ولادك ويشربوا لك الخل الخل بالذبان تشربوا خطر لا هذه المسألة درها ربي مثلا عندك باباك خليك تراب خليك تراب خليك راهم كين الناس اللي ما شاء الله عليهم خليك شركات وخلهم مصانع وخلهم محلة تجارية وخلهم كذا وخلهم كذا اوض هو انك انت تعالج ذلك الموضوع بحكمة لانك انت فينها يارك راح تموت خليك غاراج انت راح تخليه خليك دار انت راح تخليها غار كونكاني اوض هو انك تعالج ذلك الموضوع بحكمة وتنظر له من زوايا مختلفة وتحاول هو انك انت تلقى له مخرج تروح انت هو انك تغرك هذيك الانا وتغرك شخصيا تاعك وتصير انت ربما تتلمط على هذيك الدار ولا تتلمط انت على هذيك القراجات ولا تتلمط انت على الشركات وعلى المصانع والتراب ذاك اللي يخليه وفيما بعد انت أولادك كيف كيف راح ان يتقاتلوا عليه غار كونكاني فعلى كل الاخوة والاخوات في الجزائر وفي دول واحد اخرى لان الموضوع هذا كما كنت نقول من قبل موش غير خاص بالجزائر لازم الناس تنظر لهذا الموضوع تنظر له بابعاد مختلفة اللي راهدوك مثلا هو خلى شركات وخلى مصانع وخلى عقارات هذا موش كيف ما الانسان اللي راهدوك هو مثلا ابنها دار وعنده مثلا كيف يقولوا في البلاد ترنجلا عنده اولاد عنده عشرة او اثناش خلى فيها دار مش نفس النفس الموضوع انت واحد قال مثلا راه وخلى تريكا وخلى ميراث كبير هكذا قال مثلا شركات وعقارات ومصانع وطربات وكذا 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 مش كيف كيف ننصح كل الاخوة والاخوات خاصة خاصة يعني من محدود الدخل وخاصة من الناس يعني من الطبقة المتوسطة هذو اللي مراته وانه قال مثلا الوالد هو خدم وتعب وعرق وتغرب وتمرمد وخلى دار خاصة هذو هذو النوع هذو كان منهم اللي يفكر هو يقولك انا انبيع دار كل واحد يدي حقه انا نصيحتي نصيحتي نصيحة اخ الخوتو هو انه فكر في حاجة واحد اخرى اذا كان كنت تفكر في انك انت تدي حقك دير في بالك باللي راه الناس ايضا عنده حقوق عليك كان مراته انه مثلا تلقى واحد مثلا واحد في عائلة قال مثلا متببه يروح هو البيت جده يقولهم انا عندي حق وراه ناسي باللي خوتو هو رام ايضا عنده ما اليه حق ناسيها هو هذيك ما يدرش حساباته ما يدرش باله باللي رام خوتو رام يورثو معاه هو لا لا يروح فقط هو انه يدحقه ايضا كان مراته انه مثلا تلقى الاب مثلا مات ابنه وابنه هو راه قال مثلا خلى مرسو تراب والله خلى المهم خلى 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 حاجة يروح هذاك ابن الابن يروح الجده اعطني حقي وراه ناسي باللي هو وراه جده عنده حق على ابنه وإلى غير ذلك يعني المهم راكين مسائل هذي شرعية راهم الناس اللي راهم عندهم دراية بهذا الموضوع وكين منهم اللي راهم مختصين راهم فصلوا في هذه المسألة قادر اي انسان هكذا يكون مؤمن ويعرف حق ربي يروح هو انه يطالع ويدرس في هذه المسألة ويبحث وقبل ما يروح يتخذ قرار لازم ينظر له من زوايا مختلفة لانه رقم تعرفوا التقاليد اللي راه موجودة تعرفوا الطبائع اللي راه موجودة تعرفوا الثقافة اللي راه موجودة وللأسف شديد هو انه الناس ماهيش على قدر يعني كما نقوله من الثقافة ومن الاستيعاب وبالتالي هذه لازم لها التكوين ولازم لها ثقافة ولازم لها علم ولازم لها كين بعض من الناس هو يقول لك نديه حقي ولكن موش فاهم باللي ربما قادر ربما يكون الولد ربما قادر كين اللي راهه دركه وراه مديه تراب مديه هكذا كما يقوله جهرم ربما راه مديه بالرشوات ربما راه مديه بالسرقات ربما راهم اديه منيش عارف انا بالخطف ربما راهم اديه باكل سحت ربما كذا ربما كذا والناس ما تفكر موالو يدي حقه يدي لا بارتعه لا يهمه هو احلال والله حرام والله وكي الناس اللي هو ذرك هذي قضية انتع ربي انتع الاحلال وانتع الحرام والحقوق هذي والواجبات ما على بلوش بها المهم هو يدي يدي يأكل حتى بالسحت يدي المهمة هموش فعلى كل الدعاة هو انه يبذلوا الجهد في هذا المسألة على جلبش هما يحاولوا يفهموا الناس ويبصروهم من زوايا مختلفة ما يبقى وش قال مثل يحكي قال الخمس والسدس والثمن والربع انظر لها من زوايا واحد اخرى يا اخويا كذلك بالنسبة للإعلاميين هو انه يقدروا انه يعالجوا الموضوع هذا من خلال ندوات فكرية من خلال كذا مؤسسات تربوية لازم تسهم في هذا المسائل ايضا قال المخيمات الصيفية هذه اللي رأي تشري قال هذه الحركة المجتمع هذه الجمعية هكذا احنا في المصالحة الجسائرية اذا كان نلقينا اخوة انا عندي هكذا افكار هو انه ندخلها في هذا الاطار المشروع المصالحة على جلبش نعالجوا هذا الموضوع من زوايا مختلفة ايضا هذا الناس اللي رأهم هما ساهرين في المجال تاعة التربية او تاعة المدرسة لازم يدخلوا مواد في هذا التعليم بل حتى في المسابقات هو انه يصير فيها وعي في هذه المسألة وخلي من المحاكم هذه المحاكم اللابد هو انه توصاغ القوانين ايضا من خلال هذه المعطيات الجديدة اللي رأها دخلت ولازم الناس تعالج هذه المواضيع من زوايا مختلفة يعني لازم يدخل فيها اطار سوسيولوجيا ما يبقاش مثلا قال غير هكذا برغم حكمة وقوانين هكذا جميدة وروح لثمه وتطبقهم شيء واخبط رأسك الحيط لا لازم يدخل فيها اطار سوسيولوجي ايضا بسيكولوجي لازم يدخل في هذا الاطار هذا وتعمل الناس كلها يعني مجال تعد دعوة سوسيولوجيا بسيكولوجي من جوانب حتى حتى في الانتربولوجيا يعني قال مثلا الناس تروح تبحث بكري كيفاش كان ميراث كيفاش كذا وحتى باش تعطي فكرة لهذا الاجيال الجديدة هذي اللي راح ما عندهمش هما علم بهذه المواضيع راح الناس ذلك الان تعلق الجيل تعلق الطابلات وهذا والجيل تعلق البرطابل وكذا راح يفكر في هايز أبليكاسيون نفكر 对ه يا أخي فكروا فكروا وفكرو أيضا لدعوه نسب الصراحية an burst فكر هذه الناس اللي راح مدركوا اللي راح خ��تي الكوما واصليزين هنا بإعلام فكر دار بتع تعلق الميراث ذلك ديرها في الأجهزة ولازم يعالج هذا الموضوع بداخل زوايا مختلف neuen هذه الناس اللي راح مثلا قال مثلا سماعي البصارئي أخي فكر على制 أفلام دير مسلسلات وهذا الناس اللي رأى مدرك هما تبع الحركة تبع المجتمع يا أخي دير ندوات فكرية في هذا المسائل جيب دعاة جيب ناس مختصين من كل مجالات ونقش هذا الموضوع نقشه من زوايا مختلفة كيفاش صارت فيه سراعات داخل العائلات تفكك مكانش قرية مفيهاش مشكل مكانش حي مفيهاش مشكل مكانش مدينة مفيهاش مشكل من هذا النوع وكلكم رأكم على بالكم من يش لحكي أنا قال رأى واحد قال في المريخ ورأوا يتخيل رأى نحكي لكم في مسائل اللي رأى ما عايشينها كان عائلتي وصلوا يتقاتلوا وصلوا هذين دبابس لبعضهم و هذين سكاكن لبعضهم وخلي من العدوات هذيك اللي رأى هم موجودة كان اللي رأى عنده أخوه ربعين سنة ما هدرش معاه خلي هذا أخوه والدمه خرجين من كرش واحدة ما بالو كانت تعود ودعمته ودخالته هذيك ما تهدرش خلاص كلها علاجة حاجة زائلة لو كان هذا الارث هذا اللي نترك ما تقاتل عليه لو كان رأى ودعم الباباك رأى ودعم لا يخليه لك الليك انت تان تذكر رأى وخليه لك باباك رأى ما تقاتل انت وخاوتك غدوة يجي ولادك يتقاتلوا كيف كيف مع بعضهم لذلك انت فكر في هذا الموضوع وحاولوا انك تعالجوا بمعالجة اللي تخلي ولادك تزرع فيهم هذه الثقافة باش حتى ولادك غدوة فيما بعد هما نفس الشي رأى مراحين هما يحلوا المشكلة هذا مش غدوة يرثوا هذا الحقد عليك تايرك ورثت على باباك ورثت عليها ترابوس حنتارك ورثت ولادك ورثتهم الحقد ورثتهم الزغينة ورثتهم الحسد ورثتهم الطمع ورثتهم الجشع وفيما بعد ولادك واش رحيني واش رحيني يوليه في المستقبل وولدت ولادهم واش رحيني يوليه في المستقبل اتمنى هو ان رأني افدتكم ببعض الافكار في هذا الموضوع ان اصبتوا من الله وان اخطأتوا من نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة